موسيقى أسعد الله وأوقاتكم مشاهدي نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة ومتجددة من إخبار الناس إخبار الناس لا تتوقف حدث هنا وآخر هناك وكلها تحضر معكم في هذا الستوديو حيث ننقل لكم قصص الناس بكل تجرد وموضوعية لنخرجها من الظلام إلى النور أملا بزرع بذور الأمل بغد أفضل في حلقة اليوم نعود لقصة قديمة تعود لسنة 2010 ويتعلق الأمر بالطفل آية ابنة الدار البيضاء والتي تعاني منذ الصغر من مرض مزمن وهو جيني جعل وزنها يصل لمائة وثمانين كيلو جرام ما أفقدها حلاوة العيش آية تعاني بصمت وأسرتها تطلب المساعدة الفورية في إخبار الناس أيضا سيحضروا معنا المشاكس يسري المراكوشي عبر فقرة الرسالة رفقة الفنانة المتألقة نجاة خير الله وفي فقرة أخرى سنرحب وإياكم مشاهدنا بمراسل البرنامج الزميل عصام العباري والذي سينضم إلينا اليوم من مديرة تمارا عصام أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا بك نوفل وبالمشاهدين الكرام في فقرة مع عصام نحط رحالة اليوم بمدينة تمارا وبالضبط بحي سيد محمد شريف للوقوف على مجموعة من المشاكل التي يعانيها الساكنة هنا للتفاصيل أكثر أرجو أن تبقوا معنا سنبقى معك عصام وسنعود إليك في الجزء الثاني من برنامج خبار الناس إذن هذه مشاهدنا عنوين حلقة اليوم وما هي إلا غيض من فيت وقبل أن ندخل في التفاصيل اسمح لي أن أرحب باسمكم بضيوفي هنا في الستوديو وأبدأ معك سي خالد سالي والد الطفل آية سي خالد مرحبا بك شكرا لكم وشكرا للميديان تبيع الاستضافة كما يسرني أن أرحب أيضا بالدكتور جلال الودغيري مختص في طب الأطفال سي جلال مرحبا بك شكرا شكرا للاستضافة وسعيد نكون معكم في الحلقة مرحبا بكم ضيوفا أعزاء قبل أن ندخل في تفاصيل حلقة اليوم مشاهدنا إذن نتابع وبدون مقدمات فقرة قضايا الناس في عام 2004 ولدت آية في الدار البيضاء مع مرور الوقت بدأت الطفلة تعاني من بعض الأعراض ما دفع الأسرة إلى زيارة الأطباء قصد التعرف على الحالة الصحية لهذه الطفلة البريئة سوء التشخص الطبي وغياب معرفة معمقة حول مرض آية النادر جعل الحالة الصحية لهذه الطفلة تتفاقم حيث وصل وزنها لمائة وثمانين كيلوغرام قضية آية خرجت للعلن قبل سنوات وحظيت بتضامن كبير إلا أنها اليوم تفتقد للعلاج وسط غياب لأي دعم رسمي أو شعبي وطلب آية الوحيد يتمثل بالتعافي وعيش حياة عادية كباقي أطفال العالم التفاصيل نتابعها في روبرتاج لطاقة مخبار الناس من الدار البيضاء تتذكرون آية الطفلة التي نالت تعاطف المغاربة وتحولت لحديث العامة والخاصة قبل سنتين هي آية ذاتها لم تتغير ملامحها ولم ينقص وزنها أو تختفي معاناتها مع المرض الجيني النادر الذي حول حياة أسرتها إلى كابوس آية ابنة الدار البيضاء لم ترى من بياض القلوب الشيء الكثير فرغم موجة التعاطف التي رافقت الكشف عن حالتها إلا أنها لازالت تعاني بصمت فالعلة كانت في غياب الكشف المبكر عن الطفلة التي رأت النور عام 2004 ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية لعدم خضوعها لعلاج طبي يتناسب مع مرضها النادر مؤخراً عاد عرفنا بأن الدرية كانت تأخذ إبارة ما أخذتهم واخذي للريجيم إلا ما كانش الدواء مع الرجيم ما غاديش تقدي فيها خصدي ما باش يحد من ديك السمنة ديالها ديك الدواء يحد من السمنة ديالها صافي بحلقك ما قلت لي ما أعطتنا لدولة والو بقات الدرية معانا في الدار صافي كتزاد في الوزن بقات غدا وكتزاد في الوزن في المنزل هذا الفراش وبينه وبين آية علاقة ود ووئام لا تنتهي لا بشروق الشمس أو بغروبها فهو أنيس آية في غربتها فلا المدارس الخاصة أو العمومية استطاعت أن تمنح هذه الطفلة التعليم الذي تستحق وفقاً لشروط تناسب حالتها الصحية بقنا غادي معا بحالة كالك حتى دردك سبع سنين سنين الوليدات كيبغوا دخلون المدرسة هي ما دخلتش للمدرسة ما ما دخل لها ش المدرسة اللي اديتها للمدرسة يقول لك ما ما كيناش المقعد ديالها ما كيناش عندنا إحنا ما بغوش يشدوها لنا تم درسة لا للحكومية ولا للخاص ما بغوش يشدوها لنا سوف يبقى تحوك المعاناة ديالها حاولنا إحنا نجري بحالك باش ندخلوها للمدرسة شدينها مع دوي الاحتياجات الخاصة شدوها واحد للمدرسة المدة ديال العام قرأت مني القرأت ما ما تتجاوبتش مع هذه الوليدات وزن آية وصل لمائتي كيلو جرام وتعاني الفتاة بسبب هذا الوزن الزائد من مضاعفات تفاقم معاناة أسرة لا حول لها ولا قوة ففي الليل تصاب بالاختناق وإذا سقطت على الأرض يصعب على أمها حليمة تقديم المساعدة فمهما بلغ حب الأم لابنتها المريضة إلا أن حالة آية تحتاج لرعاية خاصة من ذلك الوقتات تتلدى برا بقى كان عاني معها المرضي لها صعيب بزيف بزيف دروري تكوني معها نتي في الدار دروري تتخنق في الليل لمشيان مقاش قدر تمشا بزيف دي الحويج ما تقدرش تديرهم آية بوحدها خسني دروري نكون معها هي لا بقات بوحدها وطاحد رأي ما نقدرش عليها نهزة أنا بوحد ما نقدرش عليها تاب وهي لا كان راح نبجوش ما نقدرش عليها العدم ديالها تقيل تقيل بزيف وخط تطيح ما تقدرش تهزي بوحدك آية ضحية التشخيص الطبي المتأخر والخاطئ تعاني بصمت ولديها أمنيات لا تختلف عن أبناء جيلها فهي تحلم بأن تلعب وتتعلم وتمارس حياتها بكل بساطة لا ختام يناسب هذا التقرير سوى بلسان بطلته فأي تعبير سيعجز عن هز مشاعر أناس لم تحركم صورة آية وأمنياتها البسيطة التي قد تتحقق لو فكر المجتمع بكل أطيافه بالقلب قبل العقل لإنهاء معاناة بدأت بخلل جيني واستمرت بسبب خطأ طبي فقط أغنم لأسى الزراج من تلعب لا بم إذن هذه قصة آية وإن غابت عنها ربما بعض التفاصيل لأن التفاصيل معقدة وعن ما أبدأ معك استخالد اختتمنا التقرير بأن قصة آية بدأت بخطأ أو بمرض جيني واستكملت بخطأ طبي هل تتفق مع هذا القول؟ نتفق معك أستاذيو هذا الواقع هو هذاك إنها كان إنها كان إنها فإنك لو قيتها في شبان المرضي الآن كان ما زال بقي ممعروش على عرض الوطن إنها ربما أول حالة مغربية ستتخصف هذا المرضي ما تتم عرض حالة آية على الأطباء؟ بعمر ماذا؟ كم عمرها كان؟ حتى هي آية من في العمر من هي عندها 15 يوم في حياتها هي عند الأطباء من هي تزالت عندها 15 يوم في عمرها شكيت أن عندها خلل نوعا ما في صحتها قلنا أننا كان عندها هذا الخلل والذي أريد أن نعرفه هي في أن نجرينا الأشواط كلها لكي نعرفه الخلل في مكان ولكن ما عرفنا في هذه اللوقات حتى وصلت ستسنين أنا ستسنين جاءت تشخيص مأخر هذا اللي جعلنا سيكون عند المضاعفات قلت أنه تشخيص تم حتى خارج المغرب خارج ترى الوطني بدأ في إيطاليا وأثبت أنها مصابة بمرض البرد ويلي على ما أعتقد وهو مرض جيني مزمن ولكن نادر في نسمه تبتهم 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 بكاريوتيب ديالة بكل شيء عنده أنا تبتت عند المرض هناك حتى العوارض كيف أنه حتى الوقت لا أعرفه حتى الوقت دخلت العالم من خارج الذي يجع عنده منه حتى عرفت أن هذا المرض لها كين نعم دكتور سيخارد هو والد آية وأهله مكة أدرى بشعابها والرجل يقول أنه من سن 15 يوما وغمى مع الأطباء ولكن لم يتم اكتشاف ذلك إلا من خلال وفد طبي رحلة إلى الدير الإيطالية فعطاهم الملف ديال آية وتم اكتشاف أنها مصابة بهذا المرض الجيني المزمن كنت فهم كيف يقول الأب والأم ديال هذه الطفلة آية التي بالفعل حالة نادرة وصعيبة لا في تشخيص ولا في مواكبة نقوله بأنه خطأ طبي كنظن بأنه كلمة كبيرة لأن هذا مرض نادر بزاف والتي تقالوا كلمات لخطأ لأنه ليس يحيط عن أعطيه كنظن كنظن كنظروا على الغدد النموع نعطي واحد الغدد النموع نحل المشكلة لا يحل المشكلة عند هذه الأطفال لا يمكننا أن نقوله بأنه هنا خطأ هنا كانت خطأ لا على مستوى الربرتاج فقط نعم حيث الأم تقول بأنه أنت قلت بأنك كانت خطأ أولا أنا خطأ في التشخيص نعم هذه هي روية الأسرة لأنه لو تم التشخيص المبكر لآية لحالة آية لكانت هناك خطوات من الأسرة نعم خطوات من أجهزة طبية قد يتم اللجوء من طرفهم إلى طبيب مثلا مختص في هذه الأمراض الجينية النادرة وأن لا يكون مثلا مثلا مش عند الطب العام ولا مستشفى عادي ولا طبيب لديه تخصصات متعددة أريد أن نعرف السلسلة التي يدوز من هذه الأطفال هذه الأطفال عندما يخلقوا يكون عندهم واحد المشكلة ليبوتوني يكونوا مرحيين بزاف يكون عندهم بعض مرات صعوبة في التنفس يكون صعيب يرضعوا يكون هذا هذه الأعراض لا تخصص بهذا المرات هذه الأعراض تكون بزاف 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 الأمراض هذا المرات تطور الأمور فهو الذي يجعلنا بعد ما زنتنا بزاف الحوايج كان في هذا المرات ويحصلوا كريوتيب كريوتيب أردنا لتنمي كريوتيب أردنا وهذا كريوتيب ترى الكروموزوم ويبحث عن بلسة صغيرة الكروموزوم وفي الأمر فهو مشكلة فقردنا لماذا لا تدعك في بلدنا قبل بداية الحلقة قلت له المشكلة عندما ترى الكروموزوم كانس هو قدر تفسر هو يقول أنه لا ترى الكروموزوم كانس سوف نرى فكرته و أنت المختص الذي يمكن أن تفيده في هذا الموضوع نرى الحجة والإثبات التي يدعون أنه لا يوجد خلال في الكروموزوم كانس ما تقول هذا الوثيقة؟ يقول أن الكروموزوم لديه مستقبل وليس لديه مشكلة من أين أصادر هذه المختبر تحليلات طبية؟ من هنا في المغرب؟ لا في إيطاليا لا أتجد في المغرب هل هذا الشخص برادروليد؟ الحزن بأنه برادروليد؟ أجابه في الكروموزوم هو الشخص لماذا يكون هذا الوثيقة برادروليد؟ لأنه يكون بعض العوارض فيه منهم لأنه يكون لديه الدين يكون الصباح الدين وقصار لا يكون طوال وكأنه يكون لديه دغليد يكون بزيار الحواج لكن يمكن أن تكون عوارض حاضرة في حالة آيا وعوارض أخرى غائبة هذا لا يمنع أن يكون نفسه تشخيص المرض ولكن في إيطاليا هذا المختبر تحليلات طبيعية ماذا استند لكي يعطي هذا الحكم؟ أنا عندما أستند شغل الكاريوتيب هناك بزاف ديال الحواج اللي كتجعل نديرها تشخيص هذا نشوف آيا غير هكا بسهل دابا نحطوه لدياغنوستيك ما فاش كتشوف هاوية صغيرة ما زال ما كينش هال الحالة هذه ما تفكر شف هذا المرض هذا غير اللي خصنا نعرفه بأن هذا المرض هذا مشي واحد المرض اللي نعطيه واحد دواء عن وقفه وعن شافيه هذا الشي اللي خصنا نعرفه من هناك سننطلقه تفسير العلمي ديالو باش ناس تعرف حتى لمن يتعاطف الآن مع آيا يعرف ماذا يصيب آيا وما هي أعراضها لأنه شفنا حتى في الروبرتاج للحليمة والدت آيا تقول أنه البنت كتصاب بالاختناق في الليل قالت أنه البنت حتى على مستوى إذا أرادت أن تتحرك لا أنا لبها كافي نغبشة يعني نحركها من مكان لآخر عاد غا نشي معاك السي خالد بعد قليل إلى مشكلة التعليم آيا ولجت المدرسة اللي سنة ولا كنامة أقلمات مع المدرسة فهنا كنهضروا على رعاية خاصة بهذه الحال هل أنتك السبب السبب إسمحتي لي لا أرجع لها التعليم أرجع لك فقط لك لا أريد أن تعرف لا أريد أن تعليم لا أرجع لها مشكلة ما هي مشكلة التي تجعلها لا تستطيع أن تستطيع لا تستطيع أن تستطيع أن تستطيع يعني أن تستطيع أن تستطيع أن تستطيع أن تشكل بحث بجميع الوسائل على المكلة سوف تجبر الأباء لها سوف يدير المستحيل تدير تلاجة تديرها ساروز تكوزي لك تديرها ساروز سوف يدير المستحيل لكي يوقفوها على الأكل ليس شيء ما يديرها بالعاني لا يديرها بالعاني لا إرادة لا إرادة هرمونات التي لابد من إفرازها التي تعطي الدماغ الأمر بأنه انتهى سبعت أنا برك علي أكل لا يدهج سوف يدير المستحيل طيب دكتور الآن شخصتين حالة هذه المرض الجيني المزمن النادر وش فقط مسألة الأكل ممكن آية عليش الاختناق مثلا عليش مثلا كما تفضلك مسألة الأسنان عليش مثلا مسألة العظام والمفاصل المعندهاج لأن الكتلة الدهنية التي تغطي ربما الجسد بطريقة مذهلة نوعا ما إذا أخذنا أي واحد من غير المرض من الآن التي عندها سمنة حادة سمنة مرضية يكون عندها هذه المشاكل يكون عندها مشكلة في العرق يكون مشكلة إلى التنسيون يكون مشكلة إلى السكار يكون مشكلة إلى المفاصل يكون مشكلة إلى تخنق هنا لأن الكارفور والفارنجي يكون عامر لذلك فشأت نعس أن تخنق يكون هذه نتجين على المشكلة للسمنة لذلك نتيجة السمنة المفرطة تداعيات عبر عن الناس المتطوعين يمكن أن نعطيها لأن هذه الرئيسة خاصة ريجيم ولكن هذا الريجيم يجب أن يكون تابع عمليا للترويض ما كان وزنها أنا ذاك في هذه الوقت كانت هذه الساعة ماذا في أملكات لا يمكن أن نعطيك بالضبط سيكون نواصل لديك تسعين مياه مع سنها ربما قد ما يزيد السن قد ما يزيد الوزن ما حدوك تزيد العام دي السن وكي تزيد الوزن حتى من لي كانت تبقى صغيرة لأن نعطيك واحد المعلومة أخرى أسمح لي يا با دكتور أن حتى من لي كان صغيرة لأنك يكون عندهم محتل كما نقول يمكن أن تخرج هل تجد عملية ترويض لتجد شارجي هذا كان واقع كانت توقع علي تقريبا تزيد 15 أو 20 يوم لتعدى هذا تعني من العواري دكتور فقط كإضافة حين أتي إليك أب أو رب أسرنا وقضية شغلة الرأي العام وبعد مرور السنوات قضية آية قل لك 2010 خرجت إلى الوجود بمقالات في جريد الصباح وغيرها 2016 تجدد الحديث عن قضية آية ونحن دابع في 2018 ونحن شئنا ما بين في مغرب بلد متقدم في عدد كبير جدا من المجالات فقط على شاشة ميديان تي في شاهدنا أنه قبل ساعات أنه طبيب في نيويورك يحصل على جائزة أفضل طبيب في العالم طبيب مثالك بولية حصل على هذا اللقب ليس من فراغ وعندنا خبرات مغربية ما شاء الله في تجميل وعندنا خبرات مغربية في طب الأطفال وعندنا خبرات مغربية في عدد كبير جدا من المجالات وعيب وعار نقولوا أنه طفلة لديها مرض مزمن من هالنوع ولا نجد مثلا مصحة مستشفى عمومي خاص إلى غير ذلك طبيب مختص على الأقل يقدم مشورة طبية في مكانها وأيضا برنامج علاجي لآية لك لا تتفاقم الأمور أيا ما محتاجة لطبيب واحد أولا أتجا محتاجة لواحد الفريق مكون من طبيب غدد طبيب قلب طبيب نفسي طبيب ترويض تغذية تغذية طبعا العائلة ديالها المحيط ديالها واحد المحيط ممرن رياضي حتى لملاع على مستوى الحركات الرياضية التي ممكن أن طبعا طبعا الواحد المدرسة اللي نحطوها فيها لتعلم هذه المشكلة اللي متروحة هو مشكلة جميع الأمراض النادرة في العالم كله تف أيا ولكن أيا كيف يكون التعامل لا أعتقد أنه بالدرجة أو بالمشاكل الذي تمت التعامل به مع أيا طبعا طبعا لديك قصة مع المستشفيات العمومية لديك قصة لا ننخبع واجحنا لا يمانيك مشكلة سوف نرجع لك مع السيقال تفضل هذا الفريق الذي أريد أن نقوله هو الذي يتكلفه لكي يحسن الظروف العيش فقط فقط أما علاج نهائي 100% علاج الذي يداوي لا تبقى تأكله لا تبقى تزيده لا يوجد شيء لديك علاج ما ليس لديك عالية أسماح لي مقاطع لا لا maybe لديك تتخصصك أنا أستاذ وصله لما بالنسبة لي لديك أهلة مدام بلوندين مدام طوبير أمسي فرونسوا لديك في ديارة فرنسية والآن يجب أن 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 يوم ونحضروا ربما على حسب معلومة التي التي يحصل عليك أن يجب أن يكون شيء أنه الأبحاث العلمية لا توقف يعني حتى على المستوى القانوني فقط أصبح هناك تطور في البحث العلمي على مستوى الخلايا الجرعية للقضاء على الأمراض الوراثية فهذه الأمور كل يوم كتلقى حل المشكلة ولكن أنا قاطعتك دكتور وقلت أنه صحيح أنت تتحدث عن علاج بمواكبة من فريق عملك كل ولكن ما أردت أنا أقوله بأنه إن كانت السمنة هي العلة والخلل إن كان الأكل الزائد عن حد وفقدان تلك الأوامر التي تأتي من الدماغ بأنه آية برك عليك أنت شبعتي طيب هناك أيضا الرياضيين ونعرف أسماء رونالدو مثلا لسبيل المثال الحصر نسبة الدهون في جسم رونالدو تقل عن 4 إلى 5% أي أنه يأكل مواد غذائية لا تؤدي إلى السمنة لا تؤدي إلى إنتاج الدهون والشحمة وغيره هناك نقوله أنه حتى على مستوى البرنامج الغذائي إن كان هناك برنامج غذائي خاص لآية قد لا تصل إلى هذا الوزن وهو 180 كيلوغرام متفق معك أنا متفق معك فاتش يعني قد نصل لمرحلة العلاج أو التداوي بنسب أكبر مما عليه الحال الآن مع آية طبعا نصلنا إلى واحد الحالة التي تضع المشكلة التي يكون في العون للأمر لكن لاحظناها في الروبورتاج صعيب التعامل مع آية الآن صعيب أريد سيفغي كيف أجدك تهزها كيف أجدك تحكم متفق معها كان التعامل مع هذه الطفلة سيفغي بواحد نظام غذائي كان في الدار درناح ويشخورين كانت تقدير واحدة رياضة تقدر تكون الحالة ديها أحسن من هذه طيب ها آية الآية التي لدينا الآن آية 14 سنة 180 كيلو جرام بصابة بالاختناق جروح في القدمين في الساقف في يدين أسنان طاحوا حياة صعبة جدا هذه آية كيف سنحاوله على الأقل هذا الحديث التي تفضلت فيه وش كل مسؤول بغيت نعرف أنا عندك حالة من حتى على مستوى العالم يمكن من 30 ألف تكون حالة كآية على مستوى العالم ربما على مستوى المغرب هي الحالة الوحيدة على ما أتقل لا لكن حالة كآية هل يريد أن نقول لك دكتور هل يريد أن نقول لك دكتور هل يريد أن نذهب معهم بالعلاج لا كانت جمعية البرادويلة الخاصة وكانت بعض الحالات ولكنها لم تصل إلى ما وصلت إليه آية وفي هذا السن الذي عليه أفعل لذلك نقول أنا أنه هذه الحالة مبكرة نعم ولكن الآن هذه الحالة متفاقمة يعني شنو الحلول العلمية الطبية دكتور هل يمكن أن نقدم لها الآن هو هذا الشيء اللي لم أدرش مبكرة قبل نقدرون نمشي فيه يكون واحد نظام غدائي يكون واحد ترويد مستمر يكون واحد العلاج لهذا الجروح اللي عندها يكون هذا العلاج لواحد ذلك المفاصل ديالها اللي يسرمون فيهم مشاكل مع الجنو ديالها يكون علاج للضغط الدموي ديالها نأخذوا الحالة ونتكلفوا بها من جميع الجهات ماشي غير نقطة واحدة نقطة واحدة ما أتحلش المشكلة صحيح إذا مشينا معها في هذا الطريق على الأقل أن نحسنوا العيش ديالها وأن نخفوا على الوالدين ديالها وإلا أخذناها مثلا غير خلال النهار في واحد المكان اللي عندنا تكلفوا بها اللي عندنا ديالها رياضة اللي عندنا عندها واحد نظام أكل منظام لعدل واحد العمل نعلموها شي حاجة نرجع نكمل النقاش دكتور معكم عزي خالد ولكن مشاهدين الكرام بعد فاصل قصير فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم مشاهدين في الجزء الثاني من برنامجكم خبار الناس على شاشة ميدي أن تي فيو وسنبدأ هذا الجزء بفقرة منصة إذن قضية آية خرجت للعلان ربما قبل سنوات بفضل بعض الجرائد وتكرر الحديث عن آية بفضل المواقع الإلكترونية وأيضا منصات التواصل الاجتماعي ولكن مع مرور الوقت سرعان ما تناسى الناس القضية واليوم عادت للعلان بعد تضامن منقطع النظير من طرف المجتمع المدني مع فتاة الوشم خديجة وخاصة بعد تصريح أدل به ولد آية سي خالد لسلطانة وكان تصريحها سوف نرى الصور كان تصريح قاسي جدا نوعا ما هنا قلت لا أعرف تأكد هذا المقول أم لا تضامن مع خديجة اللي دردك شي بيديها ونسوا بنتي لا اسمح لي سي خالد قلتها كيف تضع نفسك مكان قاضي أنا معاك في الحال الإنساني الآية والله يحسن لعوان ولكن كيف تحكم على خديجة قبل المرافقة أنا لا أحكم بش علاء حكم تالي حين ذاك تقول للمجتمع أنه تضامنت مع بنت دردك شي بيديها كيف أنت عرفت تفاصيل القضية وعرفت أنه هي أخ طفت من 13 شخصا ونحن في خبار الناس تحدثنا عن الموضوع لا يمكنك تعطي حكم الحكم دائما بيد القضاء وانت الآن تبحث عن الإنصاف لبنتك فكيف بك تؤذي مثلا بتصريح بنت خرال اللي هي ضحية مجتمع شئنا ما أبينا وضحية لون تراج وضحية بزاف الحوايج صح هذا المعلومة أستاذي أنا من لي هذرت على خديجة مولاة الوشم ما هذرتش عليا أنا حملت مسؤولية لولدين ديالها لا وكنت تقول وقفوا مع خديجة اللي درت وبيديها وخلوا بنتي لمريضة هذا في حكم قيمة واستباق لحكم القضاء قبل المرافعة ربما خرجت عن غير قصد كأب رأي مكلوم إلا بغيت تعتذر على الشاشة مرحبا من المتضامنين مع خديجة ومن خديجة ومن أسرة خديجة أنا خرجت عن غير قصد لا أستطيع أن أتبع عن هنا في كارام أو في شخصي ونشكك في مصداقية لذلك الشيء اللي يجرى لها أنا لم أشكك فيها أنا قلت كلمة وحدة لا أستطيع أن أعطيها الحيز أو أعطيها لأستاذة خديجة وبنتي نسى ولي هنا ربما كانت قبل من خديجة كانت معروضة على المنابر الاجتماعية ولكن لم أصل لتأشي حل على العموم فقط قضية خديجة تحدثنا عنها من بين أيضا من تعاطف هناك مع الآية من صفحات التواصل الاجتماعي كصفحة معروفة على الفيسبوك حماقة والتي طالبت بتقديم المساعدة الفورية لآية وكان هناك تفاعل كبير وكبير جدا من طرف الناس الذين تداولوا هذا المنشور بشكل كبير جدا وتفاعلوا معه من زوار الصفحة أو من صفحات أخرى قامت بنشره أيضا من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة أيضا نبقى مع الفضاء الأزرق هناك تضامن شعبي كبير جدا كان قبل ذلك ربما مع آية وساهم بانتشار قضيتها لدى الرأي العام كان هناك أيضا تضامن من الفنانين ونحن نشاهد الصور هذا منشورات قديمة جدا نشوفوا إكرام بختالي أيضا من الناس اللي كانوا يتحدثون عن آية وتم مشاركة منشورها وعدد كبير جدا جدا من الناس ولكن نشاهد صور لآية مع الفنانين وهي قالت في آخر ربورتاج كتمنى تمثل مع سعد المجرد وتغني معاه وسعد من الناس اللي تضامنوا معه وساهم ربما بانتشار هذه القضية أيضا فنانين كثيرين مثل دنيا باطمة وآخرون أين هؤلاء الآن من المشاهير لا تقتصرش الأمور على الفنانين ولكن المشاهير بشكل عام ماذا قدموا لي آية وهل استمروا في ذلك أم لا قدموا لقداما معنوي فقط والأهم إن هذه المشاهرة ليست مهمة ليست وزارة الصحة لا أنا معاك ولكن أنا معاك عمل الخير وفعل الخير لا يقتصر على فنان ولا على رياضي ولا على إعلامي ولا على هذا هو خلق مجتمع هذا يعني مبلغ مجتمع إنه تضامن يا عنا يا معنا أنا كنقول لك الفنانة هذو اللي حتى هما كسبوا شعبية بفضل آية مثلا يعني كان لي أنا نشوف مثلا إكس ولا كما كان عذر عمل خير جينيفر لوبز أنا نحمق عليها كنشوفها كبشي المخيمات كنشوفها كبشي الصومال تمشي الأرض الحرب نحبها نقول هذا فنان وفيه فعل الخير هذ الناس اللي ضامنوا مع آية كانت ضامن مادي أم لا ولا فقط معنوي معنوي أوكي عنده حب خاص لسعد المجرد بين قوسي كنتموت علي ربما كثير من الباق مصح هذا عتير من عتير ربي كثير من الباق كتسولها عليك ربما لأنه في هذه الوقت نقول لك كيف يبقى هما الإشكال دير كيف يبقى العامين نفسي كيف يلعب لهم كثير كثير من قوسها بكل صراحة لا معه ولا مع عيته أنا كنتعمل مع عمالة قصة مع ربما يكونوا هذ الناس المشاهير دكتور من الطاقم اللي يكون مرافق لآية مثلا إلا كنت يجبت لها مثلا في زيارة مثلا سعد كتحمق علي يجي مثلا قل آية شوفي دكتور فلان دار لك برنامج غذائي كتبقى لك تبقى هكتر مني هذا والدها فما بالك يقول لها نصيحة يعني مثل هذا النوع من المشاهير يقدروا يعطوا أثر أكبر على الحالات المشابهة لآية مثلا من أجل ربما الامتثال لبرنامج غذائي رياضي معين بالفعل آية محتاجة القفع المعنوية ديالها وهذا يعيج علها أحسن لا في العيش ديالها لا في كيفاش كتتعامل لا كيفاش عديل كل واحد يعيجي بلها واحد المساندة ما تكون غير نتيجة ديالها نتيجة مزيانة وإضافية لا تحسن من الحالة ديالها نعم إذن ليس مشاهير الفن والموسيقى مشاهدين من تضامنوا مع آية ولكن أيضا كان هناك أطباء تضامنوا مع آية من الوسط طبي معروفين بشكل كبير جدا الدكتور تازي الدكتور محمد قسوس كان دكتور كريم التازي وكان دكتور الحسن التازي وكان دكتور قسوس هناك الدكتور محمد قسوس اللي على الفور كتب تويتها وقال أنه مستعد للمساعدة الدكتور الحسن التازي قال مستعد للمساعدة ولكن بعد ذلك خرج في فيديو وقال أنه لم أشاهد آية بشكل مباشر تكفلت بأن يكون علاج من البداية حتى النهاية ولكنني أفاجأ حين تم الاتصال معك على ما أعتقد بأنك قد وقع اختيارك على مستشفى خاص في مدينة الرباط مع الدكتور كريم التازي لكي تتلقى آية العلاج هناك ولكن هذه المسألة لم يقعت في حالك أنت خيارتك اخترت كريم التازي عليك تفضل انت صرف لنا احتل المواطن اختيار في هذه المسألة كريم التازي عنده ربعات المصحات سكلفية عنده عدة تقصصات نعم مزيد وبارك أنا غدت مشيكة تلقى هذا الراديو للقالب هدو أشياء عاقل عنده عدة تقصصات بارابور ما بعد المصفية بحل لكن محمد كسوس أو لحسن تازي الجميل لا ولكن في تصريح الدكتور التازي ونتحدث هنا عن الحسن أنه زوجته أيضا هناك برنامج لتحدي السمناء وبأنه هناك برنامج سيكون مسطر لآية من أجل أن تكون وتخضع للعلاج الذي يمكن أن يعكس بالإجابة على صحتها أنا صح لك المعلومات أنا لا أروج لهذا الطبيب أو ذاك ولكن هل يمكن أن نقوله القصة؟ لا تحتاج للشف الضباح أي خصة بعدها عملية بعدها ريجيم بعدها هو الذي تذهب وعملية الرياضة حتى ينقص الوزن لها عشانك سعيم كل هذا وقت دكتور الذي تبرع وتطوع لكي تكون لديه مصحات في الرباط ما هي نتيجة تعمله معايا؟ أنا أعطيت الأكل لها أو لم يكن فيها استمرارية لماذا أعطيت الأكل لها؟ لا أعرف من طرفك؟ من طرف الدكتور؟ من ماذا؟ حتى الدكتور يحسى أعملني الشولة أعملني تلقشة أعملني أخرج من المصحة أعملني دويتبعها؟ وعليش ما تقابلش الحالة إلى النهاية؟ هذا الشغل هو أنا أعطيت السبب أنا أعطيت الأكل لأنني أعطيت الأكل لأنني أعطيت دخلات دخلات 170 كيلو أو 180 كيلو ونخرجات 134 كيلو هنا رأيكي أن... نعم على العموم يعني في ختام فقرة منصات التفاعل لازال مستمر على عدد كبير جدا من المواقع والصبحات الإلكترونية شوف تيفي هسبريس أيضا حتى نشوفنا دكتور ونقرأ معاقوا تعليقات إذا قدرتوا تعطون البعض الناس الناس وحد تضامن مطلق مع آية هذا الحب أكيد يصل صداها للبنت كتشوف كتعرف أنه كنشكر قع الصفحة للفيسبوك وبيون بش وصلت الصوت ديل آية الله يجزيب بخير كل واحد بالاسم يعني تضامن كبير جدا دكتور نختمه ونمشه لفقرة أخرى ولكن دائما آية ستكون حاضرة معنا في الحلقة حتى النهاية حلول مستعجلة ماذا تقترح على المستوى الطبي على الأقل الآن هي لا تزور مستشفى انقطعت الصلة بمصحات الدكتور اللي تكفل فيها في الأول كان تضامن آني ربما والآن أنت ما خافيش عليك الموضوع أي قضية كتدير البعث في المجتمع كثر من يركبون على الموجة ولكن كحلول قطعية ومستمرة لا تتبع هذا هو المشكل المشكلة هي أخصى واحد الحل اللي يبقى دائما مستمر مستمر الحل بدأ فاشخدوها في المسحة وبدأوا كي يخدموا معها وذلك الشيء بالأسف ما استمرش كان من الهدف ديال فاشخدوها في المسحة هو نعلموها كيفاش تدير لا يمكننا نشدو آية في المسحة عمرها كله لا يمكن ماشي عيش نعم نحن نخص وإن ننظموا واحد طريقة للتعامل معها باش نحسنوا من الحالة ديالها وليتجعل العيش ديالها فضارها من منزل ديالها أفضل نتمنى يكون مبادرة من الأطباء وأنتم للأطباء ولموردين ملائكة رحمة نتمنى أن يكون هناك رحمة ووقوف مع آية ورجعوا ولكن بعد نشوف فقرة الآن فقرة يومية في برنامج خبار الناس والحديث هنا عن فقرة مع عصام إذن ينضم إلينا مشاهدين الآن عصام من مدينة تمارا والحديث سيكون عن بعض المشاكل التي يعاني منها ساكنة هذه المدينة وتحديدا في حي سيد محمد شريف عصام العباري أهلا بك والكلمة لك أهلا وسهلا نوفل كما قلت نتواجد بمدينة تمارا وبالضبط بسيد محمد شريف في هذا الحي الصفحي الذي أراد نسوته أو أردنا أن يتحدثنا عن مجموعة من المشاكل التي يعاني منها هذا الحي سكان هذا الحي معي أربع النسوة سنحاول أن نعرف مجموعة من المشاكل للا شنو أهم المشاكل اللي كتعرفوها فهذا الحي أهم المشاكل لدينا هنا ومشاكل لدينا متعددة كإننا أضافة ما كايش لدينا وعد الحار جابو أحطوه لنا هنا ونحن ما كنتستفدوش منه الوعد الحار يستفيد من الناس المسيرة يحبطون لنا الوسخ ونحن نتواليطات ونحن نتواليطات ونحن نتواليطات ونحن نشموه لنا أمراض عديدة ونحن نتواليطات المسألة مهمة لله ماذا لم تطلبكم لأنكم تستفيدون من بقع أرضية أو من شوق نطالبوا بهذا القضية ونحن نتواليطات ونأتي من الوزارات ذلك الوزارات يقومون بمسارية من مسألة ل brokers وستخدم أتكلم عنه. طيب نرجع لك لله إلا إسمحتي كين مشاكل دي الكذلك هي مشكلة التمدرس بنسبة للأطفال. شو المشاكل لك تقدر تعاني وبعدها تفضلت تتقرب إحداي لأننا بخصوص لنا كنشوفو تماراها يا ريح دينا كنشوفوها ولكن كنل قواد المشاكل كين. ما عندنا شيء مدرسة حولا ما عندنا شيء مدرسة الحية ما فيش مدرسة نهائية إلا بغدنا مدرسة خصوصناها بتوصول 300 كولوبيتر للمدرسة بشي مشيو الوضنية قرأو. خصوصنا نديهم ونجيبهم ونخافو عليهم حين صغاء حين سكينين بزاف دي الشفارة والقريسة شوذك شك نخافو عليهم حين دي صغاء. للا إلا سمحتي تقربي حديا شنو يا آخي يبيسالة ممكن أن تكلمون. طيب نوفل كانت هذه مجموعة من المشاكل لساكنة دواسد محمد شيف. نتمنى صادقين أن يتفاعل مع هالمسؤولون وإليكم الخطر. شكرا عصام عباري. يعني ربما حالة إنسانية تستحقها هي الأخرى بدورها دكتور. فقط نشركك في النقاش لا ضرر ولا ضرر مثل هذه البيئة. انتشار الواد الحار وأطفال كيلعبوا حدا. وجدوا المصحة ديالك والمستشفيات العمومية بشي تستقبلوهم. لأنه كأنك تستثمر في طفل لي كي يصبح مريض بعدها. وكل شيء قالتها من المتداخلات في مداخلة عصام. أنه كل شيء مريض بالأزم كل شيء مريض بالفعل هذو الناس مشيري أطفال الناس كلهم اللي عايشين في هذا المحيط هذي عايشين في هذا المحيط اللي عايكونوا في أمراض واللي عايكونوا في أمراض اللي مزمنة مثل مدرد السل مثل جميع الأمراض اللي مالذي إنفكسيوز جهاز تنفسي خاصة. كل جهاز تنفسي كل جهاز تنفسي خاصة. كل جهاز جراتي. كل جهاز يكون. كنت ضمن في عهد هذا ما أريد أن نشوفه مناظر بحاله. خاصة أنه يعني قلنا حتى فيما سبق أنه كان برنامج بدون صفيح وهذا. أنه يكون تأهيل وموجود الأرض. يعني الصعوبة ربما تكون في الأرض. فعلى السلطات هنا فين كنقوله إحنا لمركزية كنت بدأ من المجالس المحلية. وهذا المجالس المحلية اللي خاصة يكون عندها دور لأنه هي القريبة من المواطن. الحكومة تؤثر وتقدم سياسات كبرى للبلد ككل. ولكن هذه المجالس المحلية خاصة تقوم بدورها. ليس تبقى تنشط في الانتخابات. أريد أن نأخذ معك مداخلة أيضا حول آية. مشكلة في التعليم. قالت في الروبورتاج أريد أن نلعب. أريد أن نقرأ. مطالب عادية وبسيطة جدا. كيف يقع لكم في مسألة التعليم ودخول آية للمدرسة؟ مسألة التعليم لا تقل في مقاعد الدراسي. لكن قرأت عام. قرأت عام. قرأت عام. قد أدخلت درجة إعلامية. وحتى كانت تدخل لي صاحب جلالة. كانت تدخل في 2010. كانت لجنة وزرية تقصي الحق. كانت عندي. كيف هو المطلب؟ أريد أن تقرأ. وعطوني مقاعد دراسي. في مدرسة أحد دراسة. أريد أن أتذكر إسمها. أعطوني مدة عام أو عام ونص. لكني لا تحاولين. أريد أن نباطل. أريد أن يرغل كل شيء. كان في الأول مدخل. أريد أن تستحق أن يكون. لأنها فئة خاصة في المجتمع. كانت بكل صراحة. ما بينهم. ما بين نيابة التعليم. وما بين المدير المؤسسة. شيء معي. وشيء معها. في هذه الساعة. كان المدير المؤسسة. كانت خاصة في بعض الوطائق. نعم. لم يكن لديهم بعض الرخاص. لأنه كان لديهم بعض دراسة. لم يكن لديهم رخصات. كانوا يرغمونها. لنضمنهم. لأنهم يسجعون. لأنهم يسجعون. لأنهم يسجعون. ويعطونها. لا أعطونها. أنا كنت أخبرتها. لقد كنت أخبرتها. لقد كنت أخبرتها. في نفس الإطار. وليس فقط. هناك المعاقب من الصم و البوكم. يوجد مدرسة. يجب أن يكون معه للأسس بطائب. ومن ثم السلام عليكم وعليكم السلام. هذا يدخل في إطار ما تفضلت به. أن أكثر من جهاز لا بد أن يواكب مثل هذه الحالات الإنسانية في بداية الأمر والمجتمعية هم أولادنا وبناتنا ومشي جايبينهم يعني نلاقينهم من كوكب آخر هذا كيف قلت مشكلة تطرح في المغرب بالزاف دي الأطفال اللي عندهم أمراض مزمنة اللي كتجعلون ما كان جبروش في شيء مدرسة حق دستوريس دكتور حق دستوري لا نقاشة فيه هذا مشكلة تطرح كل يوم الحالة الآن أنا كنشوف بالنسبة أنا كنمارس في مغربة تقريبا من 21 سنة الحالة الحالة مشكلة تتحسن الآن كنجبرو مدارس مثلا الأطفال اللي عندهم اللي تخيزون مي 20 أم مثلا كين دي سنتر اللي اللي كنجبرو فين كنحطهم كنجبرو بعض المدارس اللي كتاخدنا هذ الأطفال ما زالها تشي قليل ما كيستسوعبش جميع الأطفال الحالات اللي عندهم المشكلة نتمنى أن يكون هناك حتى على مستوى العمل المشترك أنه مثل هذه الفئات المجتمعية تستحق الأفضل منه ونعبده منها يعني كم من طفل بدأ بإعاقة معينة وخرج منه الإبداع من رحم المعاناة يولد الإبداع كما نقول إذا المشاهدين وصلنا الآن لفقرة الرسالة حيث سيرحل بناء زميل يسر المراكشي والفنانة المغربية المتألقة نجاة خير الله إلى مدينة الدار البيضاء وتحديدا من أمام أحد المستشفيات حيث تجسد الفنانة نجاة شخصية امرأة قدمت من الوسط القروي بعد وفاة زوجها وتحاول أن تخرج جثة زوجها من المستشفى إلا أنها تجهل الإجراءات الخاصة بذلك فكيف يترى تفاعل الناس مع هذه الحالة الإنسانية نتابع في عدد الرسالة ديال هذا اليوم سنرى حالة الشماعية ديال سيدة فقد هذه الزوج ديالها وهي وحيدة ما عندها لا تشي واحد يتصل به ولا تشي فرض من العائلة وبغا تتخرجه بشدي المراسيم ديال الدفن نرى ردة فحل الشارع مع هذه السيدة الله يرحمك الوليدي اشتركوا في القناة وقالوا لي أخذني الفلوس باش نزيد دفنوا برشيد وقعبت عدد نايا ودعم قم باكتك وما يتساعد وقالوا لي أخذني الفلوس يمكن في يوم توليد دنيا دا وقالوا لي أخذني الفلوس الأذيب السفن الأدتبع من أن أتنمها أنا أتذكر عن أشياء للعرض أعطيتك الشغيلة ليس ممتازاً ليس ممتازاً مع تلك الحيطة أحبيتها لم تكن فيها 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 أيها الرجل أيها سبحانه يومينا دموبيت واتش لكم أبوكال وليا جيشتنا ويا مريد وأنا بانديش بشركة بشلداري أربع يام وأنا نبت الصغيرة عشنا كتابو بدي أبو بدي أبو ابو لكن هاول مالكي.. Attention أشكره شاكت أشكره بشكل مريد أشكره بشكل مريد و مائز الله يرحمه أمي ساخنkun هdi يومين بشيء فالله صاجتي مشيه بشيء بفرج الدول معياه وماده والله عنا قلبك بالله سوف ننتين دفنوا لما في دولة تلفون ما عديل تلك الهم وما عديل القام ومعدي بشركة بشي عندهم قالوا لي أنا بصفية درقط 30 الف ريال باش نتيا ولك عنا في لابيه لايزم بالصندوق لا أعطي مني أقول الله يا الوالدي أنا الشريفة الله أحب كل الوالدي نقفوا معي في الإدارة الله يحب أحيانا نحن جينا من برشيد يشتونا يا مريض لا يسحبش لي أنه يموت لي يشدونا يا أربع أيام من ثاني العيد اليوم سبع ميت في الصبع ما مشي قرشي ما أدنش مني نجي فلوز كل خيطين الناس يعاونون يكون خرج تراج لي ومشي تديتوا في الابيولانس أنا ما يمكش لك أنا ما خلتك يجي وتخرجي ما خلتك يجيبه الوراق وتجيبه سميت شويتك شيري أنا مش خلتك يجيبه ما عرفاش أنا يا مني اللوراق مني خلتني نجيبهم ألقي ونسور الوجب حلا yep نشكر أنكم وقفتوا في الحالة ترجمة نانسي قنقر 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 عشايا لا تجيني شطا رهش الركيبات المغربي قصير غمولة بسعيات عالكرمة والامان يبحث الانسان غير دير الخير في ملقي تيسير وانساه ويني حياني اطمعت الله لا تفكر فيه راك نازل تلقاه ويني حياني اطمعت الله اطمعت الله